انا شايف اشيه هو لما بيبقى بره وبيرجع بيتوفق يعني اتوفق النهاردة قبل كده عمل لنا اسست ويعمل عرضية جميلة في اخر شو تجيبنا جول السبب حاجة تانية خالص السبب حاجة تانية خالص وعلى الجنور اه عائلي السبب عائلي فيه ايجابيات كتير اول نهاردة عندنا في الماتش بحيث ان وليد سليمان مهما كان موجود في وسلملعب على فترات خمس داية عشر داية نص ساعة انما هو لعب عنده شكل يقدر يترجم لي في اي وقت خطورة يقدر يخدش زي الهدف الاولاني اللي جابه ضربة الجزائر اللي جابها فيه عاجات كتير نهاردة انا عجباني مبروك السلاس نقاط ومبروك السلاس اهداف ومن الماتشات الجاية بإذن الله نقدر نكتسب الحاجة اللي احنا بنتمنىها للفريق يا رب ان شاء الله بإذن الله كابتنا على